السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنىكم ان شاء الله يارب تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله كيف كتشوفه معاقيا غنقدم عكم واحد طورة غلاسي لكتجي رائعة وسهلة ويقدر يصيبها اي واحد هنا يا غضم داوب مقادر بسم الله كيف كتشوفوا معي عندي ربعة ديال البيضات بالنسبة للبيض اللي عنده البيض كبير يديل ثلاث عره كافي انا عندي البيض شوية صغير ديال شيلش ديال تربعة مع صاشية ديال فاني وعندي الخميرة انا عندي ديالستاشر قرام انا اخد منها معلقة صغيرة اه كاس ديال سكر ساني دا انا مدرتوش حامر بزاف حيث سكون عندنا الكريمة حلوة والقلاساج ديال شيلش صافي وغدا ندير كاس ديال دقيق ديال الفورس هنا هي غدا نبدأ بالبيض غدا ندير صاشية ديال الفاني قبيصة ديال الملحة مع سكر ساني دا وغنطربو مزيان كيف كتشوفوا معي حتي تخلط لينا مزيان داك البيض مع سكر ساني دا كيف كنشوفوا اللون ديالو كيتصغير كيولي عليها تشكل كريمي من بعد ما خلطنا مزيان خالي ديالنا كنناخد هنا يا واحد صفايا اللي كنغربل بها الكاس ديال الدقيق انا يا راه غربلته من قبله وغدا نغربله المرة الثانية هنا يا غدا نبدأ نخلط فيه بشوية بشوية وانا كنخلط في دقيق من بعد ما خلط داك الكاس انا قسم سوع لجوج ديال المرات حتى اخذ تخلط من زيان وغدا نزيت عليها معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة بالنسبة هنا الخميرة كيف كنت لكم اللي عنده خميرة ديال سبعة جرام يدير واحدة راه كافية سافي وغدا نخلطها على تشكل كيف كتشوفوا معايا انا يا راه نيا خليت الفيديو لها طبيعة سوما سرسوش بش شوفوني كيف كنخلطها هنا اخذت اللاطة اللي ترشت لها كارتة ديال فورنو سافي وغدا نسرحها على الطريقة كيف كتشوفوا معايا ضروري ما نسرحوها بش جينا متساوية وغدا نخبطها واحد شوية باش يتحيدوا لنا من هذه الفقاعات وندخل الفرار اللي غايكون شاعة من القبل سخون مزيان اه تقريبا مدة ديال عشرة دقايق حتى لتناشر دقايق ارا كانت انا واجدة هنا اخذت واحد شوية ديال الفراريز كيف كتشوفوا معايا اللي كنقطع فيه طريفات على هاتشكل وغدا ندير عليه واحد المعلقة ديال السكر ساني دا دلت معلقة كبيرة انا هدي اللي عبرت بها صغيرة شوية وغنديرها فوق البوطة تبدأ كالطيب بني كي طيب ليا ذاك الفراريز كي ولي شكل ديالو على هاكا كناخذ واحد الورقة ديال الجيلاتين اللي كننديرها في المسخون اه في المبارد عفوان حتى كدت دوب لنا وكننديرها على هاد الفراريز سوف يكون نخلط فيه واحد شوية باش يدوب ليا ذاك الجيلاتين سوف يقدر ناخد هنا واحد المعلقة كبيرة ديال السيرو ديال الفراريز وغا نطحن هاد الفراريز مزيان خليت هنا هاد الممول اللي فرجت لها هاد بلاستيكا ملتا حتى ودوب الساعة للجناب باش هاد الخالطة ديال الفراريز ما يخرج ليه من الجناب سافي وغدا نقعده وغا ندخلها للمجمد موسيقى 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 نضغيها 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 نقطعها نضغيها نضغيها نصدعها بالمول نذكر لذا نضغيها نضغي قسام نضغيها نضغيها هنا كنشدو كنطبح القطاع بحال هاكا صافي وكنغطيهم وكنخليهم ديرهم في المجمد حتى الوقت اللي كنبغني بحالك شي تحلية او لا شي حاجة وكنديرها بيهم صافي هنا يا انا خليت هالطبقة اللي غدا نديرها ديال القرماشة قدرت واحد شوية دياللوز شوية القرقاع بالنسبة عردك الشي اللي كان متواجد عندي حمرته واحد شوية وقطعته طريفات وازدت علي واحد شوية من هاد الحلوة ديال الطرنون كيكون فيها واحد طريفات دياللوز من الداخل الصراحة كتجي زوين اف هاد القرماشة واختيت هنا يا هاد بازدا كيف كتشوفه معايتها هي اللي قطعتها عبئي ديال وازدت علي انا يوحد جوج مع القادسة ديالشكلات ديال الدهن صافي وكنخلطهم مزيان وكنديرهم مني كيتخلطهم مزيان كنديرهم فوق هاد الجينواز كنا نبدأ نسرح فيهم حتى كتتسرح لنا هالطبقة كتجي صارحها رائع وكتجي زوينة كتبقى هاد اختيارية صافي وكنبقى نقعد فيها بحل هاكا حتى كتقدليه مزيان انا اختيت جوج كيسان ديال الكريمة السائلة انا اختيت جوج كيسان ديال الكريمة السائلة انا اختيت جوج مع القادسة ديال الجبن هذا كيبقى اختياري ولكن كيعطيها واحد الماضاق اللي يزوين مني طربتها تولت علي هاد الشكل نحاولو ما نطربوهاش بزيف بتبقى شوية كريمية علي هاد الشكل وغضا نقعدها هنا في المول نقعدها مزيان صافي وغضا نغطيها وندخلها المجمد انا هنا ادخلتها تقريبا واحد ساعة صافي من بعد خرجها وغضا ندير عليها هاد الفريز انا هاد الفريز اللي درت وفوق منها راك تخرجه من قبل تقريبا بواحد عشر ديال دقيقائق وداب لي واحد شوية ولكن را نقعد ديتهم مش مشكل صافي واخديت هنا واحد الكاس ديال الحليب اللي درتوتها في المجمد حتى جمد مزيان ولا فيها بحالها كبير قد تشوفوا معي شوية ديال تج وزدت علي هنا يا واحد صاشي ديال البودرة ديال شونتي ديال مضاق الفريز صافي وغضا نطربها واخديت هنا يا واحد خمسين جرام ديال شكولات البيض اللي زدت علي واحد الورقة ديال الجيلاتين وغدا ندوبها معاهم زيان حتى كدوب لنا وغدا نزيدها على هاد كريم شونتي وضروري هنا يا ما يكون شكولات برد لنا من ديروش سخون حيتي لقدرناه سخون را غدا ندوب لنا هاد الكريم اللي طلعناه صافي وغدا نعاود نخلطها واحد شوية من بعد ما اغطربنا كريم شونتي سوف يغضا نديرها هنا يا فهد المول نقادها وهنا يا غدا نعاود نغطيها سوف يغضا ندخلها خليتها هنا يا ليلة كاملة انا في المجمد أنا مت ثم اغطيتها ودخلتها للمجميدة سوف نصيب هنا يدها بدك القلاس خليت نص كاس دي الصقر سانيدة مع نص كاس دي الكريمة السائلة خلطها مزيان ودخلتها في قلبه حتى دابلية وزيتها هنا معلقة كبيرة دي الكليكوز سوف ندوبه من بعد ما دوبت هذه الخليطة مزيان خليت هنا مية جرام دي الشوكولات البيض اللي كان قطعه بحرها كارت ريفات وكل حولي نخلطه حتى مزيان باش يدوب لي هات الشوكولات من بعد ما دوبت لي هات الشوكولات مزيان سوف يزالي تقريبا هنا واحد معلقة صغيرة عامرة دي النكهة دي الفريز سوف نخلطه بحلقة مزيان هنا انا راح طحنته واحد تقريبا ثلاثة ديال دقيق سوف يقدر توفاد الكاس انا راجاني شوية صغير ولكن ما عليش وصفيته واحد جوج ديال المرات باش يجينا هاد القلاساج لامع انا هنا هيا راجاني شوية صغير باش ميجيش الفيديو الطويل سوف يقدر غطيه هنا يا هنا كيف كتشوفه معايا انا راجاني شديد البلاسيكا غطيت ليه الوجه دياله عادة عاود تغطيته من الفوق باش مجي تتكون شدينا ذيك القشرة سوف ينايا في الصباح نطس جبتها من المجمد دوست على هادك المول واحد الفوطة اللي كتكون شوية فازقارة ضغية كي بتحييلينا هنا كيف كتشوفه معايا الطبقات كيف تيجيو صراحة كالجي هالطورطة رائعة وسهلة هنا انا خديت القلاساج اللي كتصوبته في الليل ركي صبح جامد لينا انا ندرسوه في حمام مائي حتى دابليا من بعد صفيحه يتسوه بقيت كنحرك فيه حتى ما بقاش سخون باش منينديروا فوق الطورطة ميدوو بهاش لينه صافيو كنمدون القلاسيو بيه الطورطة ديالنا هنا يجنب اللي كيبانوا ليه كنخلي جنبهم الاخرين اللي كيبان لي البلاسة اللي بقى ما فيهمش القلاساش كنبقى نزيد فيه هنا يا بمعلقة صافيب اللي كملتها شكل ديالها كيجي على هكا كنخليه نايتك تسقطر فوقت شبيكا ودرتها في طبق اللي التقديم درت لها واحد شوية ديال الكوك من الجناب هنا تزين كيبقى كل واحد واختيار دياله خديثة هنا واحد شوية ديال الشوكولات البيض اللي يدوته ودرت بيه تزين على هاتشكل خطوط واحد الحبات ديال الفريض ساوما يدرسوا مش شوكولات ابيض انا غدا نقسم معاكم واحد طرف باش شوفوها من الداخل كيف كتجي 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 طباقات وكتجي رائعة نتمنى ان شاء الله يلاعجبكم هالفيديو ديال اليوم ما تنسونيش مندي لايك ديالكم والبارتاج وتعليق ديالكم وشكرا لكم بزاف وشكرا للناس اللي انضموا القناة والسلام عليكم موسيقى